النهاردة اتلعبت المباراة النهائية على مستوى الاياب في بطولة الدوري الافريقي هي البطولة المستحدثة اللي زود قوي الاتحاد الافريقي الاهتمام بيها في المرحلة الماضية على مستوى تسويقي وعلى مستوى اعلامي وعلى مستوى حتى الجوائز المالية المقدمة للفرق المشاركة واللي بنسختها الاولى شارك فيها ثمانية اندية كانت ابرزها بكل تأكيد الاهلي ومعه الوداد وسانداونز والترجي التونسي ومازمبي الى جانب سيمبا وبيترو اتليتيكو الانجولي واختتمت البطولة النهاردة وتوجى بها من استحق التتويج من اليوم الاول وهو سانداونز اللي كسب الوداد النهاردة بنتيجة اتنين دون مقابل بواقع هدفين هدف في كل شوط ونهاية الشوط الاولاني تقدم وبداية الشوط التاني هدف التعزيز وبعد كده دوقوا الوداد من الكأس اللي دايما الوداد بيدوق منه منافسيه تعالوا مضيع وقت بقى وفي اخر 10 دقيقة من الديها 86 لحد الديها 99 خمس لعيبة من فريق سانداونز خدوا انذارات بسبب تضيع الوقت اللي هو تعالوا نجرب احنا نعمل احنا برازيليين اسمنا بس تعالوا نعمل اللي بتعملوه فينا او اللي احنا متعودين لما نجي نلاعب فرق شمال افريقيا يعذبون بيه احتفلوا هذه الاحتفالات الكبيرة امام جماهرهم في بريتوريا وفي لقاء اقيم عصرا سيروا المباراة كما ارادوا وعرف مكوينة المدير الفني لفريق سانداونز ان يتعامل بشكل جيد جدا مع الطريقة اللي بدأ بيها الوداد بشكل ضاغط وبشكل فيه التحامات قوية وفولات بتمنع تقدم سانداونز عرفوا يهدوا شوية سانداونز عرفوا يتدرجوا بالكورة لحد ما ضغطوا على الوداد حتى نجحوا في تسجيل هدفين الهدف الاول سجله بيتر شالوليلي اللي جاي من الاصابة في موعد مثالي عشان يعمل الكورة المرتدة من يد يوسف المطيع حارس مرمى فريق الوداد يتقدم به سانداونز بعد تصويبة مكوينة رقم اربعة من على حدود منطقة الجزاء شوط التاني بعدها بشوية مروغة في الاول في التاني بينجح في التسجيل اللعب مديبة علشان خلص يوصل لما اراد لان الوداد بقى محتاج انه يسجل على الاقل هدفين بالنظر لان لقاء الزهاب كان قد انتهى بفوز الشقيق المغربي بهدفين مقابل هدف واحد وتوجى اصحاب الارض سانداونز الفريق اللي بقاله سنين ممكن تقول ان الناس كلها بتبصلوا بصة الاعجاب الفرقة الحلوة دي الكرة الممتعة دي لكن على مستوى البطولات لا اما منافسه الوداد يتوج اما منافسهما الكبير الاهلي بيتوج وهنا بتكلم على مستوى دور الابطال لكن على مستوى الدور الافريقي ولما جات الفلوس الكتير قوي كسب سانداونز مبروك لسانداونز مسيرة محترمة بكل تأكيد وحظة اوفر لالوداد وان شاء الله النسخة بقى اللي جاية بما انه دي النسخة التجريبية اللي من 8 فرق النسخة اللي جاية بحسب التقارير ممكن توصل الى 24 فريق نشوف بقى التطور اللي ممكن يحصل فيها لانه مع انتهاء بقى البطولة بس عندي رأي يعني بصراحة يعني البطولة دي آبية فيها اهتمام كبير قوي ووضح انه انفنتينو بيعملها كأنها بطولة فيفا يعني وموجود فيها من اليوم الاول لحد اليوم الاخير في لقاءاتها المختلفة والمستويات اللي تقدمت في البطولة برضو تبدو جيدة لكن تحس كده انه ايوة ايه بقى ليه بقى البطولة دي اتعاملت ليه يعني ايوة ايه بقى يعني عايز افهم ايه مغزاها البطولة دي احنا عندنا دورة ابطال افريقيا اللي هو بيؤهل لكأس العالم الاندية وبيؤهل ايضا للسوبر الافريقي وبالتالي بيعمل حاجات بيخلي البطولة لها قيمة دي بطولة اولا من وجهة نظري المتواضعة جدا مش احسن ثمن فرق في افريقيا فيها الفرق الكبيرة في افريقيا بس مش كل اللي شاركوا فيها من احسن فرق في افريقيا ايا مكان التصنيف اللي بناءا عليه تم الاختيار لكن البطولة كده تحس ان ايوة يلا بقى نروح للجد بقى احنا ليه عايزين البطولة دي ليه دي البطولة الاعلى على مستوى القيمة المادية عموما سانداونز وصل لانه غير ان خد البطولة فهو خد جائزة افضل لاعب البطولة اللي هو اللاعب اللي هو كان سجل في مرمى الاهلي وورده هو هداف البطولة حسب اعتقد يعني انه مسجل جولين كهربا برضو مسجل جولين بالمناسبة جون قدام سيمبا هناك وجون قدام سيمبا هنا لكن هو اللي كسب واسامة بقرة برضو من التراجي كان مسجل هدفين لكن وساديو كانو تيه من سيمبا مسجل هدفين لكن بما انه انت احسن لاعب وانت اللي قدامنا في مرعب فاخد كمان جائزة هداف البطولة في الوقت اللي احسن حارس كان ويليمز حارس مارما سانداونز فسيطروا على كل الجوائز وهي بصراحة مستحقة بالنسبة لفريق سانداونز هارد لك للويداند طيب ترجمة نانسي قنقر